الفكر المرجئي من أخطر ما يمكن أن يدمر العقيدة السليمة الفكر المرجئي يتحرك بخفاء في العقل الشيعي لأن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية المسؤولة عن بناء العقل الشيعي غاطسة في قذارات الفكر المرجئي لا أريد أن أحدثكم عن هذه الجهة لكنني أضرب أضرب لكم مثالا تستطيعون أن تتلمسوا خطورة هذا الفكر بالنسبة لعامة الشيعة فهؤلاء عبيد عند المراجع المرجئة وهؤلاء حمير أتحدث عن حمير البشر هؤلاء حمير عند مراجع حوزة الطوسي فكلما ارتكس مراجع النجف وكربلاء في المنهج المرجئي كلما ارتكس الشيعة في القذارة المرجئية المثال الذي جئتكم به في هذه الحلقة كي تستكشف مدى خطورة الفكر المرجئ إنه الشيخ الإحسائي أحمد الإحسائي هذا الذي يصفه خصومه بالغلوب هو الآخر لم ينجو من الفكر المرجئ مع أنه ليس ميالا إلى الفكر المرجئ كمراجع النجف وكربلاء الشيخ الإحسائي أحمد الإحسائي رفض منهج حوزة الطوسي في الجانب العقائدي أما في الجانب الفتوائي فهو غاطس معهم في القذارة نفسها في علم الأصول وعلم الرجال وسائر القذارات الشافعية المعتزلية المدرسة الشيخية في الجانب الفتوائي غاطسة في نفس قذارات حوزة الطوسي لكنها في الجانب العقائدي لها منهجها الذي اختطه الإحسائي بعيدا عن منهج حوزة الطوسي ومع ذلك فإن الرجل لم ينجو من آثار الفكر المرجعي القذر هذا هو الجزء الثالث عشر من مجموعة مؤلفات وآثار الإحسائي هذه الطبعة طبعة مؤسسة الإحقاق وهذا هو الجزء الثالث عشر من المجموعة الكاملة والجزء الثالث من جوامع الكلة طبعة مؤسسة الإحقاق الطبعة الأولى 2011 ميلادي بيروت لبنان الرسالة السلطانية هذه رسالة وجهها الشاه الإيراني فتح علي شاه السلطان القاجاري المعروف وجه رسالة تشتمل على أسئلة للإحسائي فأجاب على أسئلة السلطان فتح علي شاه من جملة الأسئلة سؤال وجهه إلى الإحساء عن منزلة فاطمة وعن مقام فاطمة في أجواء محمد وآل محمد هل أن الأئمة أعلى رتبة منها أم أنها أعلى رتبة من الأئمة فماذا أجاب الإحساء ويا ليته لم يجب لقد أجاب جوابا وفقا للقذارة المرجعية صفحة 316 هكذا كتب الإحساء وأجاب وأما فاطمة عليه السلام فاختلف العلماء في شأنها فقال قوم إنها بعد علي عليه السلام أفضل من بنيها الأحد عشر وقال قوم إنها بعد الحسن والحسين أفضل من التسعة يعني أن الحسن والحسين أفضل منها وقال آخرون إن الأئمة الاثني عشار كلهم أفضل منها وسبب الاختلاف اختلاف الروايات والذي يترجح عندي عند الإحساء أن فضلها بعد الأئمة الاثني عشار ثم يستدل بما يستدل به لا أريد أن أقرأ كل الكلام لطوله لكنه استدل باستدلال واهن وضعيف جدا أشار إلى جانب من الأحاديث دون أن ينظر إلى بقية الأحاديث على أي حال هذه عقيدته أنا لا أريد أن أنا أناقش استدلاله فهذا سيجعل الحلقة طويلة وطويلة جدا وأنا وعدتكم أن تكون حلقة يوم غد عن إسحاق الفياط سأحاول أن ألملم أطراف حديثي في هذه الحلقة إلا إذا تشعب الحديث فماذا سأصنع هذه عقيدة الإحساء التي بيّنها في الجزء الثالث من كتابه جوامع الكلم قرأت عليكم أوصاف الطبعة لا أعيد ما تقدم من كلام وقال آخرون إن الأئمة الاثني عشر كلهم أفضل منها إلى أن يقول وهو وقال آخرون وقال آخرون إن الأئمة الاثني عشر كلهم أفضل منها وسبب الاختلاف اختلاف الروايات والذي يترجح عندي أن فضلها بعد الأئمة الاثني عشر واستدل بما استدل به وهو استدلال واهن وضعيف جدا إلى أبعد الحدود وقد ناقشته هذا الكلام ناقشته بتفصيل في برامج السابقة ولذا لن أقف لمناقشته هنا طلبا للإيجاز والاختصار هذه عقيدة مرجئية انتقاص من فاطمة هذا ذوق مرجئي ولكن بحسب الإحساء فأنا لا أتوقع من الإحساء أن ينتقص من محمد وآل محمد كما ينتقص سائر مراجع حوزة النجف وكربلة لأن الرجل قد اختط له منهجا في تشخيص عقائده ومنهجه معروف ولا أريد أن أطيل الكلام عن الشيخ الإحساء دائما أقول في برامجي من أنني من خلال متابعتي لما كتب مراجع الشيعة عبر التأريخ منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا لم أجد أفضل ممن كتب عن أهل البيت من الإحساء والخمين في العقائد أنا لا أتبنى عقائد الإحساء ولا أتبنى عقائد الخمين إنما أقول من أن أفضل من وجدت من كل من كتب عن محمد وآل محمد من مراجع الشيعة منذ بداية عصر الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا ما وجدت أفضل من هذين العالمين من علماء الشيعة ممن كتب في مقامات محمد وآل محمد الإحساء والخمين لا أتبنى عقائدهما وعندي ما عندي من الإشكالات على ما كتبوا لا شأن لبيهما ولا بعقائدهما إنما أقايس فيما بين هذين الرجلين وبين سائري مراجعي حوزة الطوسي عبر تاريخ الغيبة الكبرى هذه عثرة وزلة وضلالة لا مثيل لها هذا الضلال الذي يتحدث عنه الإحساء يؤدي إلى اختلال منظومته العقائدية فاطمة هي أساس المنظومة العقائدية هي قيمة الدين هذا الهراء يدمر المنظومة العقائدية للإحساء القضية ليست عارضة في شرحه للزيارة الجامعة الكبيرة ردد نفس الكلام الذي هو أفضل كتبه شرح الزيارة الجامعة الكبيرة للإحساء أفضل كتب الإحساء ومن أفضل الشروح التي شرحت بها الزيارة الجامعة الكبيرة ولكن لكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة هذه كبوة لا مثيل لها كبوة وضلالة في كتاب الإحساء شرح الزيارة الجامعة الكبيرة هذا هو الجزء الثاني وهو الجزء الثاني أيضا من مجموعة آثاره من نفس الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل إنها طبعة مؤسسة الإحقاق في الجزء الثاني صفحة 412 الكلام هو الكلام فالنبي صلى الله عليه وآله سبقهم سبق علي وفاطمة وأبناءه فالنبي صلى الله عليه وآله سبقهم ولا يبلغ أحد منهم مقامه وعلي عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله سبقهم ولا يبلغ أحد منهم بعد النبي صلى الله عليه وآله مقامه وكذلك الحسن بعد عالية ثم الحسين ثم القائم القائم المهدي ثم الأئمة الثمانية ثم فاطمة فمراتبهم هكذا مثل ما جاء مذكورا في الجزء الثاني من شرح الزيارة الجامعة الكبيرة للإحساء صفحة أربعمية واثنعش الرسول أولا المرتضى ثانيا الحسن ثالثا الحسين رابعا القائم المهدي خامسا الأئمة الثمانية من السجاد إلى الحسن العسكري السادسا فاطمة سابعا في آخر المراتب مذاق مرجئي هذا هذا ضلال ضلال لا يماثله ضلال بالنسبة لرجل كالإحساء هذا الكلام أيضا كرره في الجزء الثالث من شرح الزيارة الجامعة الكبيرة هذه قضية ثابتة عند الإحساء وهذه القضية جعلت منظومته العقائدية مختلة المنظومة العقائدية للمدرسة الإحسائية للمدرسة الشيخية منظومة مختلة هذا هو سيد المدرسة ومؤسس المدرسة اختلال هذه المنظومة أن شابها ما شابها من الفكر المرجعي القدر هذا هو الجزء الثالث صفحة 340 الجزء الثالث من شرح الزيارة الجامعة الكبيرة للإحساء وهو الكتاب المركزي للشيخ الإحسائي والكتاب المركزي للمدرسة الشيخية في الجانب العقائدي صفحة 340 الكلام هو الكلام هنا فائدة في الإشارة إلى الحرف الذي يتفاضلون به وقدر مدته أما الحرف فهو في تقدم الذوات بعضها على بعض كما تقدم رسول الله صلى الله عليه وآله على علي عليه السلام وعلي على الحسن والحسن على الحسين والحسين على القائم والقائم على الأئمة الثمانية وهم على فاطمة على ما ظهر لي هذه عقيدته على ما ظهر لي صلى الله عليهم أجمعي هذه عقيدته هو الذي يقول على ما ظهر لي هذا مذاق مرجئي قذر هذا انتقاص من منزلة القيمة صلوات الله وسلامه عليها هذا من تلك ما مرادي هذا الذي أصحاب الإحساء بسبب تمسكه بالمنهج الطوسي في استنباط الأحكام الشرعية الإحسائي في الجانب العقائدي حاول أن يقترب كثيرا من منهج العترة الطاهرة لكنه في الجانب الفتوائي ارتكس في القذارات الشافعية والمعتزلية والمرجئية المنهج الطوسي هو وهذا واضح فيما أفتى به الإحساء ومن رسالته العملية التي سأأخذ لكم مثالا من رسالة عملية كتبها في شؤون الصلاة وأحكامها لكنني قبل أن أتناول هذا الموضوع أذهب بكم إلى فاصل وأعود بعد الفاصل كي أحدثكم بشكل سريع عن القيمة عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه حيث قال ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس حتى لا يقول قائل إن لو ولينا لعدلنا ثم يقوم القائم بالحق والعدل وعن أبي بصير عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه يقوم القائم في وثر من السنين تسع واحدة ثلاث خمس وقال إذا اختلفت بن أمي ذهب ملكهم ثم يملك بن العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلف فيما بينه فإذا اختلف ذهب ملكهم واختلف أهل الشرق وأهل الغربي نعم وأهل القبلة ويرقى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء فإذا نادى فالنف النف فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء أما إنه لا يرد له رائحة أبدا حتى يموت فاطمة صلوات الله عليها إذا ما نظرنا إلى الأحاديث التي بين أيدينا والتي تخبرنا عن الكتابات التكوينية وحيث أن الله سبحانه وتعالى كتب الأسماء الشريفة في كل طبقات هذا الوجود الروايات ما حدثتنا عن كل شيء وإنما الخطاب خطاب مداراتي بحدود عقول المتلقين ومع ذلك فإن الأحاديث واضحة جدا في أن الأسماء الشريفة التي كتبت على العرش كتبت على الجنان كتبت على كل آفاق الوجود الشيء الواضح في هذه الروايات أن التسلسل هكذا يكون محمد علي فاطمة حسن حسين وهذا هو التسلسل الذي نعرفه حينما نتحدث عن أصحاب الكساء وحينما نتحدث عن سلسلة المعصومين فإن التسلسل هكذا محمد علي فاطمة حسن حسين إلى القائم صلوات الله وسلامه عليه قد يقول قائل هذا التسلسل تسلسل تأريخي لأن القائم هو الأفضل من بين التسعة من عترة الحسين صلوات الله وسلامه عليه لأن القائم هو الأفضل من بين التسعة من عترة الحسين صلوات الله وسلامه عليه أنا أتحدث بملاحظة ذكر سلسلة الأئمة من أصحاب الكساب فهذه سلسلة قائمة بذاتها وهناك سلسلة الأئمة الأربعة عشر هذه سلسلة قائمة بذاتها فهذا الترتيب إذا كانت هناك من حيثية تأريخية قد نظر إليها لكننا إذا نظرنا إلى تعدد السلاسل فهذا يكشف عن أن النظر الأول في ترتيب هذه السلاسل هو نظر إلى المرتبة إلى المنزلة خصوصا إذا نظرنا إلى الأحاديث التي أخبرتنا عن الكتابات التكوينية لهذه الأسماء الشريفة في كل آفاق الوجود أنا لا أريد أن أجعل هذا دليلا كاملا وقطعيا إنما هذا بيان يمثل جانبا من الحقيقة الواضحة في كل المعطيات في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بتفهيمهم قرآنهم واضح في سورة البينة وذلك دين القيمة الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البينة وذلك دين القيمة وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين هذا هو دين الله وجاء وصفه في الآية نفسها وذلك دين القيمة دين القيمة ليس محصورا بزمان وليس محصورا بمكان هي قيمة الدين منذ زمان أبينا آدم وقبل أبينا آدم فالدين هو دين الله ودين الله ليس له من زمان وليس له من مكان وليس له من تحديد في مجموعة أشخاص الدين أبوابه مفتوحة للجميع لكن القيمة واحدة هي فاطمة قرآن صريح وذلك دين القيمة إذا أردتم أن تقولوا من أنها ليست فاطمة فمن هي وذلك دين القيمة هذا المصحف هذا القرآن المدون من أوله إلى آخره فتشوه فتشوا عن وصف الدين هذا القرآن ورد فيه من أن الدين دين الله ومن أن الدين دين الحق ومن أن الدين دين القيمة ولن تجد وصفا آخر إلا ما جاء في سورة يوسف عن دين الملك وهذا خارج عن موضوعنا جاء في سورة يوسف دين الملك وهذا خارج عن حديثنا الذي يرتبط بحديثنا ما جاء من ذكر في الكتاب من أوله إلى آخره في الكتاب الكريم دين الله دين الحق دين القيم أما دين الله فالكلام واضح دين الحق الحق في الكتاب الكريم عنوان لعلي وعلي هو الحق والحق هو علي ولا شيء وراء ذلك مثلما الصراط المستقيم هو اسم حقيقي لعلي الحق هو اسم حقيقي لعلي فدين الله هو دين علي وهو دين فاطمة الحق هو مضمون الدين والقيمة هي المشرفة المتولية لأمر الدين وأهله لن تجد غير هذه العناوين في الكتاب الكريم من أوله إلى آخره دين الله دين الحق دين القيمة دين الله واضح التعبير دين الحق بحسب تفسيرهم لقرآنهم هكذا بايعنا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير منهم ألا لعنة على تفسير نواصب سقيفة بني ساعدة ألا لعنة 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 على تفسير نواصب سقيفة بني نجف نأخذ التفسير من علي من علي من علي فقط هكذا بايعنا في بيعة الغدير دين الله التعبير واضح دين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله دين الحق الحق علي ودين محمد هو دين الولاية فآية الغدير واضحة في أن الدين هو دين الغدير هو دين الولاية وإن لم تفعل فما بلغت رسالة فالرسالة رسالة الغدير رسالة الولاية هذا واضح من الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالة فالحق علي ودين الحق الحق هو مضمون الدين ودين القيمة القيمة هي سيدة الدين لهذا عبر رسول الله عنها من أنها أم أبيها أم أبيها لأنها القيمة على الدين في زمان أبيها أيضا هي القيمة على الدين على طول الخط من هنا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ما كان خارج المدينة ودخل إليها فإن أول شخص يذهب إلى زيارته وتجديد العهد به فاطمة وحينما يكون خارجا من المدينة فإن آخر شخص يودعه محمد صلى الله عليه وآله فاطمة هذه التصرفات من محمد صلى الله عليه وآله لم تكن لأمر أسري عاطفي القضية دقيقة عميقة جدا لأنها هي القيمة ما هو هذا التعبير واضح الله يقول وذلك دين القيمة وهذا القرآن بين أيديكم افحصوه من أوله إلى آخره لن تجدوا إلا هذه التعابير دين الله دين الحق دين القيمة المضمون وحد في جوهره لكننا إذا أردنا أن ندقق في التفاصيل فإن القيمة هي المشرفة على الدين من هنا فهي إمام الأئمة من بعد محمد وعلي إمام للأئمة من أبنائها من الحسن المجتبى إلى القائم المهدي صلوات الله عليه هذا هو الإرشاد للمفيد الكتاب المعروف وهذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير الطبعة الأولى 1428 هجر قمر قم المقدسة صفحة 337 من وقائع كربلاء سيد الشهداء يقول لعقيلة بن هاشم الواقعة معروفة حينما سمعته يقول يا دهر أف لك من خليلي كم لك بالإشراق والأصيل إلى آخر أبياته فكان الذي كان من العقيلة الهاشمية أن خنقتها العبر إلى بقية التفاصيل من جملة ما قاله سيد الشهداء للعقيلة الهاشمية وهو يسكن ألمها أبي خير مني وأمي خير مني وأخي خير مني ولكل مسلم برسول الله أسوة كلام الحسين واضح جدا أبي خير مني إنه كلام رسول الله صلى الله عليه وآله حينما كان يركب الحسن والحسين على من كبيه ويقول نعم الراكبان هما وأبوهما خير منهما المنطق منطق واحد فالحسين هو الذي يقول للحوراء زينب أبي خير مني وأمي خير مني وأخي خير مني في التوقعات الشريفة وأنا أقرأ عليكم من الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار لشيخنا المجلس وطبعة دار إحياء التراث العربي صفحة 179 رسالتهم طويلة هذه المطالب تحدثت عنها بالتفصيل في برامج السابقة وكل البرامج تتوفر على الشبكة العنكبوتية الإمام يتحدث عن إمامته ويتحدث عن جعفر الكذاب الذي ادعى الإمامة كذبا وزورا وظلما وافتراء ثم ماذا يقول صاحب الزمان صفحة 180 وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة مثلما أنكروا إمامتها فهؤلاء ينكرون إمامتي وحتى إذا لم تقبلوا بهذا الكلام فإنه جعل الصديقة الكبرى أسوة له إمام معصوم هل يمكن أن يجعل شخصا دونه في المرتبة أسوة له هل هذا الكلام منطقي إنما جعل فاطمة أسوة له لأنها إمام ولأنها حجة عليه ولأنها أفضل من رتبة من حيثية من الحيثيات مثل ما قال الحسين للعقيلة زينب من أن أمي خير مني هذا منطق صاحب الزمان وفي ابنة رسول الله لي أسوة حسنة يا زهراء يا زهراء حتى الذين نحسن الظن بهم كالإحساء يسيء إليك ما الذي نفعله يا زهراء ما الذي نفعله وفي ابنة رسول الله هذا منطق صاحب الزمان هذا منطق إمامنا وفي ابنة رسول الله لأسوة حسنة الرسالة تتحدث عن الإمامة فهي أسوة له في الإمامة هكذا تحدث إمام زماننا عن موضوع إمامته ولولا ما عندنا من محبة صلاحكم ورحمتكم والإشفاق عليكم لكنا عن مخاطبتكم في شغل مما قد امتحن من منازعة الظالم ينازعه في الإمامة من منازعة الظالم العتل الضال المتابع في غيه المضاد لربه المدعيم ما ليس له يدعي الإمامة إنه الكذاب جعفر الجاحدي حق من افترض الله طاعة الظالم الغاصب وفي ابنة رسول الله لأسوة حسنة هذه أسوة في الإمامة أسوة في الحجية واضحة لكنني ماذا أصنع لهؤلاء المرجئة الأوباش الضالين ماذا نصنع له ماذا نصنع له يا زهراء يا ليت بيدي شيئاً أستطيع أن أفعله ما عندي إلا الكلام ما عندي إلا الكلام هذا كل ما عندي يا أم الحسن والحسين نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر